بعد بطولة أولى نجحها بالنظام الجديد في مصر هتكون الكاميرون على موعد مع اختبار حقيقي لإمكانياتها وبنياتها التحتية أثناء استضافة كأس الأمم الإفريقية بنظامها الجديد وفي وجود 24 فريق 24 فريق مقسمين على 6 مجموعات مما يعني تأهل أول 2 من كل مجموعة لدور الـ 16 بالإضافة لأفضل أربعة أصحاب المركز الثالث من المجموعات الـ 6 طيب هنحدد إزاي مين هيلعب مين الكاميرون صحبة الأرض وعلى رأس المجموعة الأولى واللي بتضم بوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فردي في حالة التأهل كأول هيلعبه ثالث المجموعة الثالثة واللي بتضم المغرب وغانا وجزر القمر والجابون طب لو ثالث المجموعة الثالثة مش من ضمن أحسن توالد وقتها بقى هيلعبه ثالث المجموعة الرابعة واللي بتضم مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو الخلاصة أن النظام البطولة مليء بالفرضيات اللي هتحدد كل فريق هيلعب مين في حالة التأهل في كل مركز وبالتالي شرحها هيحتاج فيديو بمدة ساعة فخلينا في منتخب مصر مصر موجودة في المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو لو تأهلنا كأول المجموعة هنلاعب ثالث المجموعة الثانية ولو مفيش ثالث متأهل منها يبقى هنلاعب ثالث المجموعة الخمسة أو السادسة على الترتيب أما في حالة التأهل كثاني المجموعة هنلاعب أول المجموعة الخمسة ودي ما فيهاش احتمالات تانية المجموعة الخمسة فيها الجزائر وصيراليون وغينيا الاستوائية وكوديفور وأخيرا في حالة إننا اتأهلنا كثالث وقتها هنلاعب أول المجموعة التانية مجموعة السنغال، زينبابوي، وغينيا وملاوي أو أول المجموعة الأولى أمم إفريقيا 2021 هتقام في الكاميرون شهر يناير من عام 2022 لكن مع احتفاظها باسمها وإنها نسخة 2021 ولكن جيت تأجيل لمدة سنة بسبب وباء كورونا الكاميرون كانت مفترض تستضيف بطولة 2019 لكن بسبب عدم جهزيتها انتقلت البطولة لمصر والمرة دي كانت الكاميرون جهزة أخيرا للاستضافة البطولة هتقام على ستة ملاعب المجموعة الأولى هتكون على الملعب أوليمبي فيا ويندي وهو الملعب اللي هيتلاعب عليه كمان نهاء البطولة يوم 1 فبراير لما تعلن رسمياً وبيتسع لستين ألف متفرج أما مجموعة مصر فهتكون على ملعب رومدي أجيا واللي بيتسع لتلاتين ألف متفرج في حين ان المباراة التالتة لمصر في المجموعة أمام السودان هتكون على ملعب أحمدو أهيجيو واللي بيتسع لتين واربعين ألف وخمسمية متفرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر